طيب بالعودة إلى دور الأبطال فالزمالك بيواصل الاستعدادات لمواجهة شباب بلوزداد يبدو أن هناك تغييرات محتملة على التشكيل الأساسي للزمالك في مواجهة شباب بلوزداد الحاسمة في مشوار الزمالك في البطولة الأفريقية قد يكون الأهلي في حاجة إلى انتصارين مع تعثر الهلال أمام سانداونز لكن الزمالك بالنسبة له أنا محتاج برضو انتصارين ومش محتاج معهم حاجة فكل حاجة في إيدي ولكني بألتقي مع فريق كسبني في ملعبي في القاهرة ودلوقتي أنا رايح له قدام جمهوره على أمل أن أكسبه كي أواصل رحلة العودة في هذه البطولة وهذه المجموعة المثيرة اللي برضو كل الفرق فيها بتتنافس وبتبحث عن بطاقة من البطاقتين إيه التشكيلات المتوقع أن هي تحصل فيها تغييرات على مستوى الزمالك مبدئيا كده متوقع أن محمد صبحي يكون برضو موجود وإن كان محمد عواد طلب من جديد أن يعود إلى المشاركة الأساسية واتكلم مع الجهاز الفني والجهاز المعاون وطلب منهم أنه هو ياخد فرصة من جديد وأنه أنتوا قلتوا لي أن أنا هلعب لكن خلص الجهاز الفني بالنسبة له دلوقتي محمد صبحي ومدام ركب وضغط المباريات فميحتاجين أن ياخد حساسية المباريات والتغيير في هذا المركز الحساس يبدو صعبا بالنسبة لجهاز الفني للزمالك طب بعيدا عن المركز ده الوينش هيظهر غالبا إن شاء الله أساسي في هذه المواجهة بقى بيلعب تلاتة بيلعب اتنين في الدفاع الوينش هيكون واحد من هؤلاء الموجودين في خط الدفاع سواء كانوا أربعة أو كانوا خمسة طيب بالنسبة لنص ملعب فيه تفكير في أن دونجا ما يبدأش المباراة ويلعب مكانه أحمد بالحاج ويتواجد محمد أشرف روقة على مستوى الهجوم التغيير الوحيد المحتمل أن مصطفى شلبي مش هو اللي يبدأ المباراة وساعتها يبقى التفكير إما في يوسف أسامة نبيه أو في إبراهيم نضاي ولكن مصطفى شلبي لسه في الصورة أنا بتكلم في التفكير اللي حاصل في الجهاز الفني لنادي الزمارك حاليا قبل مواجهة شباب بلوزداد اللي المران الأخير هيتضح فيه التشكيل الأساسي للفريق الأبيض شيكابالا من القاهرة اتصل بزملائه في الجزائر وقال لهم صالحوا الجماهير الغاضبة شيكابالا بيغيب عن قائمة الزمارك في هذه المواجهة بسبب الإصابة بنزلة برد سلامات يا شيكا واتصل بلعيبة الزمارك وقال لهم أن الجمهور زعلان مننا وبالتالي في إيديكم منتوا أنكم تحققوا مباراة بروح عالية تكسبوا فيها فالجمهور ساعتها يبقى فرحان فمن حق الجمهور ده أنكم تفرحوا فاكسبوا المباراة بحسب مصدر قال لنا في داخل نادي الزمارك للساعات الماضية وعن هذه المواجهة اللي بكرة يتعامل فيها مؤتمر صحفي عنها يعني يظهر فيه جسولدو فريرا